باب النفقات هذا النفقات جمعوا نفقة والنون والفاء والقاف في لغة العرب تطلق على معنيين أصليين كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى المعنى الأول انقطاع الشيء وذهابه والثاني إخفاء شيء وإغماضه النفقات تعود على أي المعنيين الإغماض ولى الذهاب ومنه نفقة السلعة ذهبت وراجت في السوق وراجت في السوق والنفقة سميت نفقة لأنها تمضي لوجهها وهو في اصطلاح الفقهة والفقهة لذلك يدرون على أن يقول الدراهم ونحوها من الأموال لأنها هي المقصودة وهي أصل النفقات وشرعا أو في اصطلاحهم هي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها ونحن نقول اصطلاحا هنا أدق من أن نقول شرعا لماذا؟ لأن اجتهادات الفقهة رحمه الله في هذا الأبواب متفاوتة وهذا أمر ينبغي التنبه له إذا رأيت المسألة مما تختلف فيها وجهات أنظار أهل العلم وليس فيها شيء واضح فالأدق أن تقول اصطلاحا يعني عند الحنابلة عند الحنفية عند الملكية لكن لو كان الشيء مجمن عليه ومتفقا عليه أو واضح الأمر عندك الخلف في الشاد فلا بأس أن تقول حينئذ شرعا أن تقول حينئذ شرعا وهذا يجري في أبواب كثيرة من أبواب العلم والنفقات الأصل فيها كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والإجماع أما القرآن كثير قال الله تبارك وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاه والسنة أيضا طافحة بهذا ومن أعظم المواقف التي ذكر فيها النفسه صلى الله عليه وسلم شأن النفق في حجة الوداع فإنه أوصى الناس بالنساء فقال فاتقوا الله في النساء فإنه النعوان عندكم إلى أن قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا هو الشاهد والأصل في إيجاب أو النفقات نعم والإجماع دل على ذلك والنفقات في الشريعة أسباب وجوبها ثلاثة أسباب وجوب النفقة ثلاثة الأول هو الزوجية الأول هو الزوجية وإنما يبدأ بها الفقهاء لأنها قائمة على المعاوضة والاستمتاع والثاني سبب الوجوب الثاني القرابة الوالدين أو الأولاد والثالث ملك اليمين أو الملك عموما سواء كان ملك اليمين أو البهيمة وإذا ما سيختم به المؤلف رحمه الله الباب في الأخير إذن أسباب وجوب النفقة كمية شباب ثلاثة الزوجية وبدأ بها لأنها مبنية على المعاوضة والثاني القرابة واليدين والأولاد ومن سواهم أيضا كما سيأتي والثالث هو الملك الملك سواء كان ملك اليمين العبيد أو الإماء أو كان البهائن وسيأتي إن شاء الله في موضعه قال المؤلف رحمه الله وعلى زوجه على هذه يذكرها الفقهاء للتدليل على ماذا؟ على الإجاب وهي ظاهرة في الوجوب ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب وليست صريحة فيه لكن الأدلة تدل على أنه يجب صراحة أن ينفق والمؤلف رحمه الله نعم قبل أن نذكر المسألة هذه أن الحكمة في إجابة النفقة على الزوجة لأن المرأة في الأصل محبوسة أو باقية في بيتها قرة فيه لخدمة من زوجها وأولاده ونحو ذلك فكان إجابة النفقة على الزوج موافق تماما للحكمة وموافق تماما للفطرة فهو الذي يقول له مثلا لا تخرجي مع تفحجين وظيفة ولا شيء أنا أتكفل بهذا ومن تأمل قصة آدم عليه السلام حينما قال الله سبحانه وتعالى له إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى قال العلم فيها إشارة إلى أن الله تعالى فطر آدم وذريته على ماذا؟ على الكسب لمن؟ للرجل الله تعالى يقول فلا يخرجنكما الخطاب لهم جميعا من الجنة فتشقى ثم لما جاء مسألة الكسب والرزق قال إن لك أن لا تجوع فيها ولا تضحى نعم أن لك أن تجع فيها ولا تعرى ذكر الجوع الجوع الباطل نعم النقص الباطل والنقص الظاهر وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى لأن الزوج هو الذي سيخرج يكتسب ولم يذكر هذا منسوبا إلى من؟ إلى الزوجين جميعا لأن آدم وهو الرجل هنا هو المسؤول عن النفقة وهذا مما يستأنس به وإلا عندنا أدلة الشريعة واضح والله تعالى يقول لأمهات المؤمنين وبقية الأمة قدوة لهم وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم طيب يقول فيفرض لموسرة مع موسر عند التنعم وعلى زوج عفوا نفقة زوجته من مأقول ومشروب وكسوة وسكن بالمعروف والرد للمعروف هنا ما أخوذ من ماذا؟ من النص الحديث ولكم عليهن ولهن عليكم كسوتهن نفقتهن وكسوتهن بالمعروف وهذا ترى يا أخوة كما أنه دلالة الشرع فهو من رحمة الله عز وجل إذ لو أوجب على الناس نمط معين من النفقة لحصل بذلك مشقة نفقة الناس يعني ما أقول في العالم الإسلامي فقط حتى في السعودية الناس الذين في الجنوب لهم طريقة والذين في الوسط لهم طريقة والذين في الشرق لهم طريقة والذين في الغرب لهم طريقة مثال الغني غير الفقير والفقير غير المتوسط الذين في السعودية مثلا لهم نمط معيشة معين يختلفون عنه في الدنوسيا مثلا يختلفون عنه في المغرب يختلفون عنه في تركيا يختلفون عنه في اليمن وهكذا فلما ردت إلى المعروف كان ذلك غاية الحكمة وغاية الرحمة ثم قال فيفرض لموسرة مع موسل عند التنازع ونتبه لهذا القيد فيفرض لموسرة مع موسل إلى آخر الكلام هذا الكلام يقرر قاعدة مهمة جدا في باب النفقات وهي أن النفقة تختلف باختلاف حال الزوج إعسارا وإسارا وتوسطا ولهذا النص الذي قره الأخ قبل قليل يشير إلى أن الأحوال أربعة وربما نقول خمسة إما أن يكون الزوجان موسر مع موسرة أو العكس موسرة مع موسر أو متوسطين أو أن يكون الزوج موسرا وهي موسرة أو أن تكون الزوجة عكس ذلك يعني موسر وهو موسر هذه أحوال خمس لا يمكن أن تخرج عنها ماذا؟ أحوال النفقات فابتدأ المؤلف رحمه الله بالأعلى فقال فيفرضوا أو فيفرضوا فيفرضوا لموسرة مع موسر لاحظى القيد عند التنازع عند التنازع كيف التنازع؟ المرأة تقول أريد وأريد وأريد ثم يرتفعان عند القاضي فهنا يفرض لموسرة مع موسر من أرفع خبز البلد وأدمه إلى آخره وذكر الخبز هنا ليس مقصود به التعيين لذاته ولكن الخبز كما تعلمون من أطعمة الدنيا من أطعمة العالم على مختلف العصور ولهذا الرجل لما رأى في قصة في يوسف قال أحد أمي أني أراني أحمل فوق راتشي خبزا تأكل الطير منه فهو طعام معروف في الأمم فلو قدر أن البيئة هذه ليبل قضية عندهم خبز مترفيل يمكن الخبز هذا من من أيسر الأطعمة وليس بالضرورة أن يروا قد يعني يطعموا شيء آخر فالتمثيل به هنا لبيان المثال أولا ولأنه هو الأكثر والأغلب فهو طعام الرئيس يعني يعتبر قال وما يلبس مثلها وينام عليه إذن يراعى هنا إيش حال الزوجين جميعا وإذا تنازعوا فيفرض الأعلى فيفرض الأعلى لكن لو تراضوا خلاص يصلحون يعني لو نزل بدون ما يكون أرفع ما يكون من لبس البلد وطعام إلى آخره نزلوا درجة قليلة لا إشكال لكن عند التنازع لا قال ولي فقيرة مع فقير عكسها تماما قال كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجس عليه هذا واضح قال ولمتوسطة مع متوسط شوف الصورة الأولى والثانية فصل فيها في الأخير جمع الثلاثة الآن متوسط مع متوسطة موسرة مع فقير ومعسرة مع موسر يقول ما بين ذلك ما بين ذلك لا القيمة إلا برضاهما ومعنى لا القيمة يعني لا يجب على الزوج أن يسلم النقود دراهم لمن؟ لزوجته نقد إلا برضاهما يعني الأصل أن الزوج يحضر الطعام والشراب واللباس يعني هو الذي يونفق هو الذي يأتي بالسوق من السوق بالطعام والشراب واللباس أما فرض القيمة لا يكون إلا برضاهما وذلك عند القاضي لأن الأصل في النفق ما هو أن يحضر الزوج المحتاج إليه هو الذي يسحب يصرف وهكذا يقول وعليه مؤنة نظافتها لا دواء وأجرة طبيب هذا هو المذهب هذا هو المذهب والقول الآخر القول الآخر أن هذا واجب عليه ما لم يخرج عن حد العادة عن حد العادة يعني امرأة مورضة وحتاجت إلى دواء بشرين ريال أو خمس عشرين ريال صداع أو كحة أو أشياء من هذا القبيل فإنه يجب وهذا أصح أنه يجب لأن هذا مما جرى العرف وإنش به طيب ما معنى إلا أن يخرج عن حد العادة كما لو احتاجت المرأة إلى سطر في الخارج والعلاج يكلف عشرات الآلاف فهذا لا يجب عليه لا يجب عليه لأن هذا خلاف العادة وخارج عن حد العرف فهذا إنقدر يعني وليها له أبوها أو غيرهم أو يتسبب لها دعال الله خير لكن هو لا يجب عليه طيب من الواجب عليه؟ هي أو أو أي يعني أو خلاص تستسلم لما قدره الله سبحانه وتعالى المقصود من حيث الشرع الآن لا يجب على الزوج أن يقول لا بد أن تنفق مئة ألف خمسين ألف سبعين ألف لا بد أن تسافر بها إلى أمريكا أو إلى ألمانيا من أجل العلاج كيف؟ لا هنا الآن رددناه إلى العرف لو كان قادرا وجرى العرف أن هؤلاء الأثرية أصحاب مثلا العشرات الملايون الملايين أنهم عادي لا إشكال عندهم في الإنفا وجرى العرف بهذا أيضا نقول يجب عليه يجب عليه واضح؟ لكن أنت إذا نظرت إلى الحالات التي ستستدعي إلى السفر حالات تكرروا كثيرة أم نادرة؟ نادرة بالنسبة للعموم الناس نادرة أو دعونا نقول قليلة قليلة فعلى كل حال يردوا إلى العرف فإن كان العرف يدل على أن هذه البيئات الأغنية الثرية أنها ولو مرض يذهب بها يجب واضح؟ لكن نحن نتكلم على عموم الناس ما جرت العادة ببذله من الأدوية الخفيفة هذه فيبذل خلافا لما ذكره الماتن رحمه الله تعالى وثمن طيب كذلك أيضا ليس المقصد أن يأتي بالأطياب الغالية ذوات المئات أو الألاف ريالات وإنما يقصد به الطيب المعتاد الذي تطيب به له أو تطيب به لمناسباتها فهذا مما جرى العرف أيضا بيش ببذله وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفا عنها الرجعية هو الرجعية واضح لأنها ما زالت زوجة فلو مات في أثناء العدة أحدهما ولث الآخر فما زالت علائق الزوجية موجودة فالنفقه باقية البائن الحامل ينفق شف بائن حامل يعني طلقها الطلقة الثالثة وهي حامل فتجب النفقة هنا لا للزوجة ولكن للحمل ولما لم يكن يعني فصل الحمل متعذر يعني واضح فتجب النفقة على الزوجة للحماية هذا الجنين والحفاظ على صحته لا لمتوفا عنها لماذا سبقنا قبل قليل إن أصل قلنا أن نفقها بسبب الزوجية مقدمة لماذا لأن السبب أحسنت المعاوضة فهنا لما تعذر الاستمتاع بالزوجة انقطعت النفقة انقطعت النفقة هنا الآن سيشير المؤلف رحمه الله إلى بعض مسقطات النفقة بعد أن قرر وجوبها والأدل على ذلك أشار إلى أن هناك حالات تسقط بهالنفقة على الزوجة قالوا ومن حبست أو نشزت إلى آخرين حبست عن زوجها يقي بعض الفقهاء يقول ولو ظلما ولو ظلما حبسها الحاكم ظلما أو حتى حبسها حاكم أو رئيس أو يسمونه يعني حبست ظلما بأي صور من الصور فإن المؤلف يقول تسقط نفقتها والقول الآخر أنها إذا كانت محبوسة ظلما وليست بحق فإن نفقتها لا تسقط وهذا القول أقرب إذا كانت محبوسة ظلما لأنها لا خيار لها لكن أصل المذهب هنا أيها الأخوة في كل هذه الصور أنها امتنعت أو حالت بينه وبين الاستمتاع حالت بينه وبين الاستمتاع فسقط حقها في الإنفاق يقول ومن نشزت أن نشوز معروف هي أن الناشز أي الممتنع عن تمكين نفسها من الفراش والقيام بحقه بالمعروف قال أو صامت صوما نفلا لأن النفل يجب أن تستأذن زوجها واضح أن تستأذن زوجها أو صامت لكفارة أو صامت ليش لكفارة ولكن هذا الصوم للكفارة ينبغي أن يقيد بما إذا كان الوقت متسعا الوقت متسعا إذا كان الوقت متسعا أما إذا كان الوقت ضيقا فإن أداءها للكفارة هنا واجب واجب وقضو الله فالله أحقه بالقضاء قال أو حجت نفلا بلا إذنه لماذا لأنها سافرت ومنعته أيضا من حقه في الاستمتاع إلى آخر الكلام قال أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت أيضا ولو كانت مستأذنة فالاستمتاع غير حاصل لكن لو سافرت لحاجتها ورافقها يجب أن يبدل لماذا لأنه قادر لأنه قادر على ماذا على الاستمتاع طيب قبل قليل صامت لكفارة ما وجه القول هنا بصوم الكفارة وانقطاع النفق عنها على المذهب صحيح لكن أيضا ما السبب عندهم قد يقول قال هذه الآن تفعل شيء واجب لماذا تسقط نفقته فنقول هي التي تسببت في الخطأ أي هي التي تسببت في الخطأ فلا ذنب له لا يتحمل خطأها واضح لكن لو قدر أنه مثلا وقع عليها في نهار رمضان وهو الذي أجبرها نعم أو دعوني من الإجبار رضيت لأنه إلي أجبرت ما عليها شيء لكن رضيت معه وهو الذي اختار ذلك فهل نقول الآن صوم الكفارة هنا لا شيء عليها لأنها فقط لها الجواب لا لأنهم جميعا بل هو الذي تسبب في ذلك لكن ما أخذ المذهب هو عدم قدرته على استمتاع فترة صيامها وحرمانه من حقه فيها يقول ولها الكسوة كل عام مرة في أوله هذا ما قرره الماتر رحمه الله والقول الآخر أن هذا عائد إلى العرف وهو الأصح أخذ بعموم الحديث السابق حديث جابر رضي الله عنه وهو لهن لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف من العرف السائد عندنا هنا السعودية واضحا في بعض بلاد الإسلام الأخرى أن المرأة تكسى في العيد يعني عيد الأضحى وعيد الفطر هذا المجرة العادة به فالعادة هنا محكمة فالعادة هنا محكمة لكن لو قدر في بعض البيئات ما فيه الأبعيد الفطر بس فالعادة محكمة أيضا ولا يقيد هذا لا في أول العام ولا في آخره بل يرد ماذا إلى العرف قالوا ومتى لم ينفق تبقى في ذمته انتبهوا هذا من الفروق بين النفقة الزوجية ونفقة الأقارب لماذا لماذا لأن نفقة الزوجية مبنىها على استمتاع ولا تسقط بالتقادم بخلاف نفقة الأقارب فمأخذها قائم على حفظ الحياة فإذا حفظت الحياة ما نأتي نقول والله قبر خمس سنين احتاج أبوك أو احتاج أخوك للنفقة ولم تنفق لأن الأصل النفقة على الأقارب أو الغرض منها استبقاء الحياة فإذا ما دم باقي وأحد أنفق خلاص لكن بيرجع عليها الآخر يقول أنك أنت قصرت وكذا هذا شيء آخر لكن الزوجية لا تسقط بالتقادم بمعنى أن الزوجة بدأت تتحمل على نفسها أنا فقط أن الزوج غايب أو مسجون أو لغير ذلك من العذاب فإنها تبقى في ذمته تبقى أيش في ذمته قال وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث رجع عليها وارث يعني الآن الزوجة تنفق وتنفق وتنفق ثم تبين بعده أن الرجال قد قتل له سنة أو مات أو حصل له ما حصل نعم فإن الوارث هنا يرجع عليها بما أنفقته منذ أن مات كيف يرجع عليها ينظر ماذا أنفقت خلال السنة الماضية كلها من ماله فيحصم ما يتعلق ببقية الوراثة إلا نصيبها هي من الأرث واضح يعني الزوجة مثلا نفطا هي زوجته الوحيدة وليس له ولد ترث كم الربع وله أب وأم زين الأم تأخذي الثلث والباقي للأب جيد فقدر أنها أنفقت عشرة آلاف خلال هذه السنة وهذا هو ورثه كله مثلا فنقصم ألفين وخمسمائة ريال وسبعة ثلاث وخمس يرجع بها الوارث على هذه الزوجة يرجع بها الوارث على الزوجة لماذا لأن هذا المال تبين أنه ليس ملك الله في هذا المدة واضح يقول ومن تسلم من يلزمه تسلمها يعني هو الآن يجيب على سؤال متى تجب النفقة على الزوج بالعقد أو بالدخول الجواب أن النفقة لا تلزم بالعقد وإنما تلزم بماذا بالتسلم وإنما تلزم بماذا بالتسلم والتسلم له صور والتسلم بماذا له صور فإذا بدلت نفسها وقالت استلمني أو قال أبوها تفضل ترى زوجتك جاهزة لا تقول عطلناك وقطعناك فالمؤلف يقول ومن تسلم أن يزم تسلمها استنمها ولو لم يعلن العرس لكن تمكن منها أو قال الأب أو الولي عموما سواء كان أبو غيره تفضل هذه زوجتك نعم خذها فأيضا يلزمه يعني يبدأ عداد النفقة من صحة العبارة من الأهل منذ تسلمه إياها أو بعبارة أدق منذ أمكنه أن يتسلمها ولو لم ولو لم يتسلمها بل قال المؤلف ولو مع صغره عقد له على امرأة وهو صغير غير قادر على الوط غير قادر على الوط قال ومرضه وعنته وجبه وجبه لكن يشترطون أن تكون هذه ممن يوط مثلها ممن يوط مثلها فهنا تجو النفقة لأن الاستمتاع بالزوجة متحقق أو غير متحقق متحقق الاستمتاع يعني متحقق ولهذا يقولون لو كانت الزوجة صغيرة لا يمكن وطوها أو أن الزوج طفل طفل أو بالغ لكنها لا يمكن أن توطع هي لصغر سنها لم تجيب النفقة ولو سلمت إليه لماذا لأن الاستمتاع هنا غير متحقق إذا نعود إلى نقطتين أيها في موضوع النفقة تعود إلى القدرة على أن يكون مثلها يوط ويستمتع به والثانية أن يتسلمها أو أن يكون الزوج قادرا على تسلومها بهذين القيدين تجب النفقة فإذا سقط أحدهما سقطت سقطت النفقة فالمعتبر هنا حال الزوجة يوط مثلها والثانية إمكانية تسلومها يقول المؤلف رحمه الله إن أعسر أي الزوج بنفقة المعسر يعني ما استطاع الزوج أن يدفع ولا نفقة الزوج المعسر تردت حاله المالية بحيث أصبح لا يستطيع ولا على نفقة المعسرين فلها إيش الفسخ انتبهوا كلمة لها إثبات لحقها وليس المعنى أنه يجب عليها أن تفسخ يقول فللزوجة فسخ النكاح قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وهنا الإمساك بالمعروف تعذر فلم يبقى إلا التسريح بإحسان لكن لو رضيت بالعيش معه فلها ذلك ولذلك يقولون للزوجة الفسخ ولا يقولون يجب ويدل على هذا أثر عمر رضي الله عنه الذي أخرجه عبد الرزاق رحمه الله في المصنف وغيره محسنه بن حجر قال كتب عمر إلى عماله في الذي يغيب عن امرأته فلا يبعث بنفقته أو بنفقة كتب أن يدعوهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن لم يطلقوا خذوهم بنفقة ما مضى وما استقبل ما مضى وما استقبل وظاهر عبارة المؤلف هنا أن الإعسار طرأ بعد الدخول وليس قبله لأنه قال وإن أعسر أيس كذلك ما تلاحظون و وإلا فلا حق لها بالمطالبة بالفسخ وقد دخلت عالمة بحال زوجها وقد دخلت عالمة بحال زوجها هذا هو الراجح وإلا فالمذهب لها الفسخ مطلقا سواء دخلت عالمة بحاله أو جاهلة والأقرب هو ما ذكرنا أنها وهذا اختيار بن قيم في الزاد أنها إذا كانت عالمة بحاله ودخلت على بينة فليس لها الفسخ وإن كانت لا تعلم أو طرع العصار بعد ذلك فلها الفسخ ثم قال رحمه الله إلا أو لا بما في ذمته لا بما في ذمته هذه العبارة نفسها الحقيقة مشكلة وهي غير موجودة في كتب المذهب الكبار لا الإقناع ولا المنتهى ولا الغاية ولا شروح لكن معناها أن الزوجة لا تفسخ أو ليس لها الحق أن تفسخ بسبب دين في ذمته بسبب دين في ذمته ولو يعني قرر هذا الحكم مثلا أو عرفت به النساء الآن خاصة صارت الأمر وسط في العلاقات لم يفق إلا بيوت قليلة أكثر الناس لا يسلمون من ديون لا يسلمون إيش من ديون نعم ثم قال أو غب أو تعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ لكن قيده بحاكم فسخ بحاكم والمقصود بالحاكم في كلام الفقه في هذا المواضع منه القاضي قال وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطقا إذا تقرر وجوب النفق عليه فهي ثابتة في دمته ولا تسقط بالتقادم لأن سببها الزوجية والاستمتاع قام والاستدانة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ينبغي أن نستدل به أيضا أولا في قصة هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف أما الولد فالأمر فيه ظاهر لأن النفق على الأب واجبة قال الله عز وجل وعلى الوارث وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى آخر الآية الكريمة نعم خلاصة القول في الأحوال التي يجوز فيها للمرأة فسخ النكاح أنها حينما يتعذر عليها الإنفاق من جهته هذا الضابط العام يعني متى يجوز المرأة تفسخ إذا تعذر عليها الإنفاق من جهة الزوج وهذا له صورة من خلال المؤلف السابق الصورة الأولى إذا لم ينفق بالكلية بسبب عسره وغير ذلك والثانية إذا كان غائبا ولم يترك لها نفق ففي هذه الصور وهي ترجع إلى المعنى العام تعذر الإنفاق من جهته عليها فلها الفسخ بحاكم